على ماذا سيرتكز خطاب حملة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المترشح لرئاسية أفريل 2019؟ سؤال وجد إجابته سريعاً إذ تضمنت رسالة الترشح خارطة طريق لمنشطي الحملة عبر مناطق الوطن فالتركيز سيكون على ما تم إنجازه طيلة العهدات السابقة من أمن واستقرار وإنجازات على الصعود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلقاء الضوء على الورشات التي لا تزال مفتوحة لتسويق مشروع الاستمرارية وبالاستناد إلى نفس الرسالة سيكون على منشطي حملة الرئيس المترشح مخاطبة القاعدة الشعبية بلغة واقعية بقدر ما تبرز المنجزات تتحدث عن النقائص والتحديات التي يستوجب على الجزائر خوضها خلال الفترة المقبلة لا سيما تلك المتعلقة بانخفاض أسعار المحروقات وما يرتبط بها من وضع مالي صعب إضافة إلى الهجرة غير الشرعية الناجمة عن فقدان الأمل وسط الشباب أمل في مستقبل واعد لدى شرائح الشعب الجزائري سيكون ركناً أساسياً في حملة المترشح عبدالعزيز بوتفليقة عبر تعزيز المكتسبات وتفادي الأخطاء والنقائص في إطار شراكة تجمع قوى الجزائريين في إطار جزائر موحدة ديمقراطية وتعددية بفعالية لأجل السمو أكثر في بناء مستقبلها كما جاء في رسالة الرئيس المترشح اشتركوا في القناة